معاكة مستغانا مصغران 965 هجري بين الجزاريين والعثمانيين ضد الإسبان السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات ثانيا ولنذكر هنا نماذج من مواقف الأهالي من الجهة ضد الإسبان ومواقفه من العثمانيين ففي معاكة مستغانا بين المسلمين والإسبان سنة 965 هجري المعروفة بمعاكة مصغران اشتغات الشاعر الشعب الشهير الأدحل بن خلوف المعروف بالأخضر فيها شخصيا وتسجل قصة المعرة في تصيدته التي مطلعها يا سايلاني عن طراد الروم قصة مصغران معلومة وذكر حسن باشا طايد الجيش الإسلامي وأعماله خلال المعرة والأهالي الذين ساهموا في الجهاد والطريقة التي مر بها الجيش الإسباني بقيادة التونت دالتا دوت وتحدث عن معنويات الجيش الإسلامي والجيش الإسباني فهنات من الشجاعة والإردام والحزب وهنات الذر والخوف والجمن وأشار إلى موت القائد الإسباني في المعرة ويهمنا أن نشير إلى نقطتين في هذه القصيدة الأولى اعتبار الشاعر تلتا المعات أخذا بثار غناطا التي تان أخذ الإسبان لها ما يزال طريب العهد والثانية إشادته بحسن باشا وبالعثمانيين وتلتا هما توتد ما ذهبنا إليهم أن الجهاد تان مشترة وأنه تان يمثل الرابط الطوية بين العثمانيين والستان وما يزال شعر بن خلوف يحفظه الناس ولا سيام مدائح نبوية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد